في تلاتين تمانية 2012 أثناء حكم الإخوان المسلمين من مصر اتأسست جبهة الجبهة الشعبية لمواجهة الأخوانة تنبأت بمحاولات أخوانة الدولة وكان لها دور كبير أثناء حكم الإخوان وفيما بعده لمواجهة هذه الأخوانة عن دور هذه الجبهة ونشطها ودورها حتى فيما بعد تلاتين ستة في اكتشاف عمليات الأخوانة وكشفها للرأي العام معانا دلوقتي أستاذ محمد سعد خيرال مؤسس الجبهة الشعبية لمواجهة الأخوانة نهارك سعيد أستاذ محمد نهارك المشاهدين في مصر سعيد رغم الهجمة التاترية الهرابية التي مصر تتعرض لها من الجماعة الإجرامية وأخواتها وأزرعها سراء القدس وداعش وكل التشكلات الإجرامية التي دخلت سينة بمساعدة ومبركة محمد مرزي اللي أنا فهمت من حضرتك أن الجبهة عندها ليس بتتكلم في المطلق أو بتصدر بيانات فقط ولكن هي عندها كمان وقائع وشهائد على وجود عمليات أخوانة كانت للدولة المصرية بتجمعوا معلوماتكو إزاي؟ ودينا نبزة الأول كده عن الجبهة أسسة إزاي؟ ولحنا يعني الجبهة أسسة 38 كانت بتشتغل في الأزيقة في الحواري في العشوائيات وكان كل فرض بينضم للجبهة من أي شركة أو المؤسسة أو الهيئة بيبه هو عين الجبهة في هذه الشركة طبعا ساعة قلنا الأخوانة قادمة وبالتالي كان في ملف نعمل عليه منذ اليوم الأول لتولي مرسل مسؤولية عندما بدأ الأخوان في أخوانة المؤسسات ما كناش بنعتمد داخل الهيئة أو المؤسسة على مصدر واحد كان بيبقى أربع أو خمس مصادر والأربعة أو الخمسة ما يعرفوش بعض حين نتاقم من المعلومة تماما ومن الإسم بدرقته التنظيمية بانتماءه للجماعة أو للحزب كنا بنستقر ويتم وضعه في كشف طبعا عدينا ملف كبير جدا يعني كانت بيصبخها عملية استقصائية طبعا حتى لا يظلم أي شخص كنا متأكد تماما وعلى مدار سنتين لم يتم التشكيك في أي بيانة أو أي اسم خرج من جبهة الشعبية لمنهد تخوانة مصر وده يمكن كان الدعم الرئيسي إن تم توجيه دعوالية وكنت في الاتحادية يوم عشر اتنين في اجتماع موسع وتم تسليم مؤسسة الرئاسة ملف بالمؤسسات التي أخونت ومبادرة من ست نقاط يعني ما يحدث حاليا في مصر بيبين أننا في أشد الاحتياج لذي المبادرة باقتصار إحنا قلنا تشكل لجنة من خبراء في الأمن القومي الاقتصاد شؤون محاسباتية سياسيين تراجع كل قرارات مرسي الجمهورية تراجع كل الاتفاقات الدولية تراجع كل قرارات يشام أنديل كل قرارات وزراء يشام أنديل كل التعينات والترقيات التي تمت بالقفز على واقع والقوانين كل طلبات تخصيص الأراضي أعتقد أننا دائما وعبدا نتكلم ونقول ونطلب وبعدين متأخرا جدا يتم الفعل علينا أن نعترف أن الأجواء المؤسساتية في مصر أجواء غير مهيئة لاستقبال رئيس قادم منتخب أين يكون المؤسسات حتى زي اللحظة الإخوان تتغلغل في كثير من المؤسسات المصرية وفي حالة سكون تنتظر الرئيس القادم لتصدير الفوضى وأنه غير قادر على الحكم وبالتالي حتما ولابد أن يتم الاستجابة لمبادرة الجبهة ومن هنا أنا من حقيقة أن أسأل مؤسسة الرئاسة سؤال يوم عشر اتنين مؤسسة الرئاسة تسلمت ملف رسميا بالأخوانة ومبادرة أنا الأوان أن نعرف مسير هذه المبادرة وهذا الملف عايزة أسأل حضرتك بما أن حضرتك عندك ملف كامل زي ما حضرتك بتقول طبقا لكلامك اللي هو كمان خارج عمليات استقصائية علمية يعني عايزة أعرف نسبة الأخوانة كانت قد إيه تقريبا لأنهم قاعدوا بس في الحكم فعليا يعني أي نعم طبعا كان اليوم تواجد في الشارع وكبير في الشارع ومتواجدين في مؤسسات الدولة منذ عقود يعني ولكن الأخوانة الفعالية كانت خلال السنة اللي تولوا فيها الحكم نسبة الأخوانة كانت إيه وستراتيجيتها كانت إيه الأخوانة كانت تبقى يعني مخاططات التنظيم الدولي ومكتب الإرشاد كان حتما ولابد يتم أخوانة 13 ألف وظيفة من الوظائف الكبرى في مصر في وظائف يعني بيبقى فيه وظائف معينة بيبقى فيها ألاف إنما أقول 13 ألف يعني بقى على مستوى وكلاء وزارة وزاراء نواب وزاراء حالي جبت الرقم ده منين إحنا جابين الرقم ده من اجتماع من اجتماعات مكتب الإرشاد وكشفنا عن وصيقة قبل كده في قناة ديريم اجتماع كان في شهر 11 كشفناه بعدها بأيام وقلنا الأخوان بتنتوي على 12 حاجة تحققكم فيما بعد ده كان مع السيد والأبراشي كشفت عنه متقالي الرقم ده كمان كان قاله رئيس حزب النور في إحدى اجتماعات بس بالمناسبة رئيس حزب النور مع الرئيس السابق دكتور يونس مخيون عورد من قبل الجبهة في وقت الإخوان قلنا لمصلحة الوطن نتبادل الملفات ونكشف عنا للرأي العام وأكيد أنت يا دكتور يونس في أسماء مش موجودة عندك موجودة عندنا وأكيد العكس في أسماء موجودة عندنا مش موجودة عندك لم يرد وعاوز أقول أن علينا أن نعترف بأن حتى تتحرر مصر حتى تتحرر مصر من التفكير الظلامي المتخلف علينا أن نودع هذا الفصيل تماما كإخوان وكسلفين عاوز أقول أن الكارثة الكبرى القادمة من السلفين عاوز أقول وده موعلن ومصر كلها عرفاء باعتراف السلفين أنهم قاعدوا ورد تبهم على الأمريكان بهم ساعدة ساعدة دين إبراهيم أسمع الكلام ده بس أنا حابة برضو أعرف شوي عن الملف أكتر يعني إيه الوزارات اللي كانت مستهدفة إيه المناصب اللي كانت مستهدفة الاستراتيجية دي كانت بتتعامل إزاي هل كانت بتتعامل بشكل قانوني ولا لأ يعني نفهم كده شوي التفاصيل كانت في بدايةها بتتعامل بشكل قانوني في النهاية كانت بتتعامل بصعار يعني وصل لمرحلة أن يأتي بأحد رجال الجماعة موظف حتى يستحق الترقية أو الدرجة الأولى أو الدرجة العليا أمامه أربع خمس سنوات فيتم وضعه وكشف طويل من المتضررين بيتقال لهم بالنص الجأوا للقادة عندكم القادة الجأوله وهي قصة كده طبعا الإخوان تبنركزها على حاجتين كواس جدا كانت مركزة على تربية والتعليم وكانت مركزة على الأوقاف ومن هنا أحيي الرجل المحترم النشيط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه هذا الرجل يعمل في منتهى الصمت ومنتهى الجد والاجتهاد الأوقاف تربية والتعليم الجامعات يعني وده يبين لنا علامة الاستفام الكبيرة أنه ليه الجامعات المصرية متحولة إلى السحة أرقام واسمها يعني النسبة الأكبر كانت أوقاف وكانت تربية والتعليم وما في مكان في مصر إلا ما كان إخوان يعني أنا عايز أقول أن ما سبيره فيه إخوان يعني ومعلم معرفين أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أنه برضو ده كلام غير منطقي لسبب لأن الإخوان والسلفيين والكيانات الأخرى دول جزء من نسيج الشعب المصري أنا مش يعني دول فيه ناس مش يكون جيريان حضرتك ممكن يكون أنا ما بقصدش أخوانا أنا ما بقصدش يعني ملايين المصريين صلب الموضوع أنا ما بقصدش أخوانا عشان هذا الرجل إخواني أو سلفي يعمل داخل هزين مؤسسة أو هاية طبو ده من حقه لا أنا بقصد أخوانا الدرجة وظيفية عليا لا يستحقها هذا الرجل استحقها فقط ليس على كفاءة ليس على أولوية كدرجة وظيفية استحقها فقط كأولوية انتماء للأهل والعشيرة والجماعة ده هو الأخوانة ودي الأخوانة تشرح كلمة أخوانة يبال منصب ده تم أخوانته تم توصيفه تم تأصيله لمصلحة هذا الشخص إنما شخص عادي يعمل إخواني أو سلفي أي ما يكون يعمل داخل هاية أو مؤسسة في درجة ووظيفية دون القفز على وقع القوانين أنا إن أنا أقصي أبا شخص عنصري طب أي حق إن أنا أقصي عشان نبهوا محددين دي لازم حاجة تتوضح طبعا إحنا نتكلم كانت في المناصب العليا اللي تم القفز عليها باللوائح والقوانين تمام عاوز أقول لي أنا حاجة مهمة جدا يعني في أماكن حساسة في مصر وإحنا اتكلمنا فيها وتحديدا هيئة المواد النهوية هيئة المواد النهوية تحديدا أنا قلت من أربع شهور في عدد كبير جدا من الفضيات خلي بالكم إنه نجلي فرج إخواني لسه من ثلاثة أيام فقط موجهين له أنه من ضمن المحردين في تجمع الرابعة الإجرامي تمام طب مش نجلي فرجه بس ده نقول يا جماعة فيه 72 إخواني في هيئة المواد النهوية بنقول إن فيه نسبة كبيرة جدا من الإخوان في هيئة الطاقة الزرية دي مش ترقية طبعية لا مش طبعية مش ترقية طبعية لا لا مش طبعية دي ناس يعني أقول لك حاجة إعلان رقم 2 لسنة 2013 لغى وزير القهرباء في وقت محمد مرسي لأن الإعلان ده كان بالمخالفة للوائح والقوانين محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية فيهية المواد النهوية مشى الإعلان ودخل حوالي 52 إخواني تمام مش على أي كفاءة بالمخالفة للقوانين فما أنا هنا بقول يا جماعة طهارو فما يجيش حد يقول لي الناس دي متعينة دي الناس دي متعينة بناء على قرار تم إلغاءه أصلا يعني الناس دي مش من حقها تتواجد داخل أسوار رئيسي لهاية أو المؤسسة فيه كوارث من كده كتير ونسبة المخطط ده يعني اتنفذ منها كان في الماء كان متنفذ من المخطط الـ 13 ألف وظيفة كبرى وصلوا من مرحلة 12 ألف 230 وظيفة يعني الإخوان كانت قابة قوسين أو أدنى لو لا 30 ستة لو تأخرت 36 أربع خمس شهور كمان أعتقد كانت الأمور تتصعب جدا جدا كان فيه متعالي كمان استهداف للنقابات لا النقابات من زمان علينا هنا برضو أننا نعترف بحاجة أنه كان فيه دين ما بين الحزب الوطني وبين الإخوان القصة الحزب الوطني في وقت مبارك يستخدم الإخوان كفزاعة للعالم الدولي ويبين ويدلل لو أنا مش موجود الفاشية والإخوان هي الموجودة وبالتالي كان الهيئات والنقابات وحاجات كثيرة جدا متواجدة والإخوان ترتع الإخوان لم تصل لمرحلة أنها تبقى كينات ديناصورية في الاقتصاد إلا في وقت مبارك لازم نعترف بكده الإخوان في وقت مبارك وصل مرحلة التصافق ما بينهم وبين بعضهم البعض ل88 مقعد في برلمان 2005 تمام بس الإخوان هنا عملت حاجة ما كانش توقع الحزب الوطني أنه فتحت قناة اتصال مع الأمريكان وبقى عنصر مرحب في الملعب الدولي تم الاتفاق على تنازلات كثيرة جدا فالأمريكان قاعدوا قالوا والله الإخوان هتيجي هتتنازل فيما يخص حلايب وشلاتين هتتنازل في 800 كم مربع وفي سينة هتتنازل في حاجات كثيرة جدا وبالتالي ليه من العرش مع الإخوان طب عايزة أسأل حضرتك فيما يخص النقطة التي كنت تتكلم عنها هي عقد الصفقات ما بين الإخوان على مدى تاريخها ما بينها وبين السلطة إيه الاستراتيجية اللي اختلفت في التعامل الحالي مع الإخوان مما لا يجعل منهم فزعة في المستقبل أو يصدروا فكرة المظلومية من جديد ونفس التكنيك اللي حصل إيه الاستراتيجية اللي اختلفت يعني والله الاستراتيجية لا احنا مش نقول الاستراتيجية اللي اختلفت احنا نقول النتائج اللي ترتبت عليها كوارث وخطاء وأخطاء الإخوان احنا نهاردة بنتكلم بنقول الإخوان لا إيه اللي يدمان لك يعني لوما لقيا كمونوا فترة وبعدين يطلعوا تاني بنفس المظلومية وإحنا متهضين وإحنا كذا وإحنا كذا ويعقدوا صفقات من جديد ويعودوا إلى المشهد مرة أخرى ما ده كان بيتكرر على مدارة لأن حجم الدم اللي بتخلفه الإخوان يوميا في الشارع المصري من اغتيال ممنهج للشرطة والجيش ولكل المجتمع أنهى أنهى على الإخوان وده عاوزين نقوله لكل من بيخرج من فترة لأخرى يتكلم عن مصارحة قبل ما نقول مصارحة أولا لازم تحصل حاجة مهمة جدا حضرت فاكرة في التسعينيات كانت فيه مراجعات فكرية للطائرات الزلامية داخل السجون والمعتقلات وقعدت سنين كتير أولا منهم أصنع عبد الماجد يعني مثلا لا يعني اللي هو ما تراجعش ولا حاجة عاوزين نقوله أن فيه وجوه مستنيرة خرجت من هذه المراجعات عاوزين نقوله أن الدكتور ناجح إبراهيم أحد إفرازات هذه المراجعات عاوزين نقوله أن نابيل نعيم منظم مؤسس تنظيم الجهات كان ناتج هذه المراجعات وبالتالي المراجعات دي قعدت سنين طويلة عشان الإخوان يعدى مجهة مرة أخرى في المجتمع حتما ولابد أن يتم مراجعات فكرية تستمر فطوات طويلة جدا يمكن كمان الإخوان فكريا وعقائديا الأمور معقدة أكثر بكثير من أي طائرات جهادية أو سلفية يعني أسهل أن يبقى في مراجعات فكرية مع السلفيين مع الجهاديين مع الجماعة الإسلامية أصعب بكثير جدا أن تتم مراجعات فكرية مع الإخوان يمكن ده الصلب الرئيسي لمناظرة كانت مبيني ومبين عمر أمارة أحد شباب الإخوان كان مبادرة متجين بها للاتحادية بيقولوا مصالحة وناس راحة عاوزة تأمل مصالحة واللي هي كلمة عنها دكتور حسن نفع في مبادرة فعاية عاملها السيد عمر موسى فيما يخص كلامها رجب تقوله اللي هي مبادرة لعودة دمج الإخوان في الحياة السياسة المصرية أختلف مع احترام الشديد للسيد عمر موسى وقام بدور جميل جدا ويعني وطني فيما يخص دستور مستنير ولكن ليس من حق أحد أن يتحدث باسم جماعة إجرامية أو يدعي جماعة إجرامية لمصالحة مع الشعب المصري بالأمس كان أحد الجنود الشرافاء ضحايا هذا الإجرام وبالتالي عشان نتكلم بطريقة منهجية وعلمية أنا النهاردة ما أقول قعد أقول أنا الإخوان هيعاد دمجها في المجتمع المصري من أول وجديد يبقى النهاردة بلازم أشكل هيئات كبرى من علماء مجتمع من علماء أظهر وسطيين يعملوا مراجعات فكرية لكل شباب الجماعة على مدار سنوات حتى يتم دمجه في المجتمع مرة أخرى إنما أنا أخرج أقول لا الإخوان على أي أساس نهاردة أستاذ محمد هم عندهم ضحايا وممكن يتجروا بيها يعني فكرة الوجود برضو عدد كبير من الضحايا من الجنب الآخر لا يجب إغسالها برضو ممكن جدا يصدروا لك فكرة اللي احنا دلوقتي متهضين ومظلومين وفي قتل من عندنا كذا وكذا وكذا يعني حارك فهم قصد طب ضحايا فينا عشان نتكلم بس يعني يعني فيه ضحايا تبقى لوزارة الصحة وتبقى لمنظمات حقوق الإنسان 638 بتختلف بقى الرسمي لا 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 ده أنا بكلم حرق من التقرير الرسمي التقرير الرسمي بتاع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق برئاسة محمد فاق التقرير الرسمي بيقول 638 ضحايا تجمع ربع الإجرامي وهم اللي بدروا بإطلاق النار على الجيش والشرطة تمام كده طيب ما أنا النهاردة بتكلم عن تجمع إجرامي على نان كان يتم التحدث بأن هنحول مصر لبحور من الدم لو ما رجعش مرسي مش عارف أنا مش عايزة أدخل في النقطة دي لأننا ما فيش وقت للك أنا أنا أتكلم اللي أنت إزاي تضمن أنهم ما يرجعوش من نقطة أو من مدخل المظلومية مرة تانية ده اللي أنا بسأل عليه مش بسأل عليه بتقييم ربع والنهضة طب أنا عايزة أسأل حضريك على نقطة تانية دلوقتي فيما يخص عن البيان اللي أصدرته الجبهة عن محاكمة بعض النشطاء ومنهم أحمد دومة تعليق حضريتك إيه على محاكمات النشطاء 25 يناير والاعتقالات العشوائية اللي بتحدث في بعض الأحيان لنشطاء يناير والله هي في موجة ممنهجة لتشويل سوار 25 يناير تمام 25 يناير دي اللي أفرزت 36 و25 يناير دي اللي أقلمت مصر كلها يعني إيه بابا فيه تظاهر يعني إيه بابا في المسيرة يعني إيه بابا فيه نقطة ارتكاز في التجمع عشان نصل لنقطة نائية دي 25 يناير أنا ما بدافعش في المجمل عن 25 فيه رموز سقطت عن الأقنعة في 25 إنما عاوز أقول أني 99 في المية من رموز 25 هي رموز نبيلة وشريفة وغيرت وجه التاريخ علينا أن نعترف بهذا ومش عاوزين نصل لمرحلة 25 و30 25 و30 كلهما واحد هي امتداد 30 قد بتصحح ثورة قد طم سرقتها من فصيل فاشي ظلامي إخواني بمساعدة شركاء ومنا السلفين عشان نتكلم بصراحة فلا يجب أننا نتشوه رموز 25 دي نمر واحد نمر اتنين فيه حاجة مهمة قوي إما أنا نهاردة ألاقي أن فيه أحكام على نشطاء وبتبقى أحكام سريعة وانية هائية مع تحفظنا على حكم الجرم مهما يكن اللي هما بيقوموا به وحتى زي اللحظة لم يتم التعامل مع الإخوان وما يقترفوه من جرائم النهاردة لغاية دلوقتي ما فيهش إخواني اتحكم عليه حكم نهائي ما فيهش ولا حكم أنا بتكلم ما فيهش ولا حكم طيب ده أكتر من كده طيب النهاردة فيه 12 دائرة تم تخصصهم من قبل الببلاوي من 3 شهور لم ينفعلوا وبنطلق بقى من هنا من برنامج نهارك سعيد الرئيس الوزراء المهندس محلب إنه هو يزود 13 دائرة يبقى 25 دائرة ويفعلوا من بكرة نحاكم مستعجلة طبعا دول تم تخصصهم خاصة بالإرهاب في محكمة الجنات ما تفعلوش لغاية دلوقتي ما ده برضو بيعمل احتقان رموز يناير في قمة الاكتئاب في قمة الاحتقان لأن رموز يناير ترى دولة الحزب الوطني تطلب رأسها من جديد لازم نعترف بكده ونتكلم من التالي الصراحة واللحظة لا تستدأي سوى الصراحة فقط النهاردة في رموز كتيرة تتملق شخص أمال المصريين متعلقة به ما احترمنا طبعا الشديد ليه وهو رجل قد هذا القضاء إنما إن نسمح الناس تتملقوا بأزيد درجة ما ينفعش وما ينفعش نعمم وما ينفعش نشوي وفي نفس النشاطات أعتقد بيتحكموا على قضايا ضد الإخوان وقضايا المتهمين فيها أنهم مع الإخوان بشكل يعني يخالف العقل الحقيقي يعني منين نوع عليهم قضية مثلا بمهاجمة مكتب الإرشاد وفي نفس الوقت عليهم قضية لهم منضمين لجماعات إرهابية ما هي بصي حضرتك في حالة من التشويه المتعمد مخلوطة بفوضى تمام الضحية دائما شباب 25 اللي صنع الثورة المجيدة اللي غيرت وجه التاريخ في العالم كله أنا أعتقد أعتقد يعني يعني بتمنى من المسشار عدلي منصور أعادة تقييم كل ما هو موجود خلف الأسوار ممن ينتمي لرموز 25 ونبدأ دي بمصالحة مصالحة مع الشباب وحوار مع الشباب وده دعيناله قلنا يا ريت يبقى فيه حوار أوسع في كل محافظات مع الشباب نبتديه بمصارحة فعلا يعاد النظر فيما هم خلف الأسوار ممن ينتموا بالـ 25 ونشوف والله الأجرم يتحاسب اللي فيه شبه ظلم عليه يطلع ونتكلم إنما التعميم ده مش لمصلحة حد أبدا أنا بشكر حضريك جدا أستاذ محمد سعد خرالة مؤسس الجابة الشعبية لمواجهة أخوانة مصر ونهارك سعيد نهارك سعيد فقراتنا لسه متواصلة معاك في نهارك سعيد رجعين بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر